فأنا بشايفة سناريو بسيط كده وبرضو معلش تعقب انا على بس انا مش عايزة دخل اهلي او اخواتي يعني ايه الجملة دي معلش امال هم اهلي ليه؟ ما انا امتى حدخل اهلي لما يحصل ايه؟ طب انا عايز سألك على حاجة يعني احنا بنقول انه تضرب كمان لما واحدة تتضرب لانه في كيرا الجلة بقت عصبية قوي غاصب ان انا بس انت زوء تعمل لما بتتضرب برضو بتوقف نفس الوقفة بتاعت المدمن انه لازم اتطلق ولا لما بتضرب بنعديها؟ لا 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 دي كاستاني خالص بنعديها؟ دي ممكن تساعد لأ بس انا عشان او انا عايز ان اقوم بعمل او لا انا مش لا اقاطعه وبنعم قاطعه بنعمل ايه؟ بنساعد نقف في ده غلط بسوق دليل لازمته انت خلتيني اعمل ده فانت عصبتيني فا ايه سبب عصبيتك فهو هي بتجي كده انت اللي خلتيني اخونك انت اللي خلتيني اضرابك انت خلتيني اقتلك استني استني الراجل بيخون بسبب معلش طبعا بسباص بسباص وهي عندها تأصير معلش انا دايما باجي الراجلي ويجي ويقول انا عايز اتجوز عمراتي برجع لها هي الاول انت بقى مصرف ايه؟ والله اه طبعا ولو هو هي رحابل يعني ادي لي بقى كيز لو هو مقصر هي تعمل ايه مش فا هل تلاحق انها تطلب مرة واثنين وثلاثة حقها تقولوا انا عايزة واحد اتنين 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 ات الرجالي عمام.. رجالي عمام.. بالتخير أنه لأن الـ 3 أضعاف.. أكثر من 3 أضعاف ونحوشه مع نحوش.. يحرم إنه.. فاهمه 3 في 5 أو 15.. هو بيتكلم 3 إلا كلمة حلص ربنا خلق لنا عقل دي.. عشان نتعلمه و لما عندنا مشكلة نحاول نصلحها صح كده أنا عندي مشكلة معمراتي.. فأنا مش عايزة هيدي البيت.. الجملة المشهورة اللصيفة بتاعتنا مش عايزة هيدي البيت فبالجأ لطريق تاني عشان بهيدش البيت طب حالك حاولت في المحاولات التانية اللي هو العلم الناس متخصصة كلمت أهل الخبرة كلمت ماما كلمت بابا كلمت أهلها كلمت كبيرك يا بابا كلمتها قول لها أنا عايز أنا عندي مشكلة معك في الحتة أو كبرها صح وعايز أغير الحاجة دي معاك وتعالي من جسره الموضوع ده ما جابتش نتيجة حق كنت رح تتجاوز تاني وما حادش هيلومك لأن أنت خلاص حاولت أنك تحالي مشكلة صح لكن ما ترش تجاوز تاني كلمت غضط ليبس دلوقتي لا وهنا كلمة واحدة بس مجابتش